استقبل الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا اليوم بصنعاء مشائخ وأعيان ووجهاء قبائل محافظة صنعاء بحضور المحافظ حنين قطينة وأوكلاء المحافظة وأعضاء اللجنة الثورية والمجالس المحلية والأجهزة التنفيذية في المحافظة ورحب رئيس اللجنة الثورية العليا بأبناء محافظة صنعاء مؤكدا أنهم كانوا ولازلوا رجال البطولة الذين كسروا رهان الأعداء بأنهم الحلق الأضعف والمتخاذلين في الدفاع عن مناطقهم والعاصمة وأن بالإمكان شراؤهم بالمال أنتم رجال الرجال كان الرهان على تخاذل أبناء هذه المحافظة وعلى أنهم سيشروهم بالمال هكذا صرحوا في وسائل إعلامهم لكن خابوا وخسروا وفشلوا هم لأنهم وضيعي النفوس يعتقدون أن الآخرين مثلهم لأن هؤلاء شروا بالمال فيعتقدون أن الآخرين مثلهم لا هؤلاء هم الرجال الأحرار لا يمكن لأموال الدنيا أن يشتروا بها لأن وطنهم وعزتهم وإبائهم وكرمهم أغلى من كل المال الذي يحاولون بذله العام قارب على النهاية وهذا المجتمع وهؤلاء العظماء وهؤلاء الأبطال لا زالوا بنفس الصمود وبنفس القوة وبنفس الحماس وبنفس العزة وهذا من فضل الله هذا من فضل الله وقال نؤكد على حرمة التنازل عن قطرة دم أو عرق سالت في جبهات العزة والكرامة وكل ما دار لا يتعدى عملنا وجهادنا من خلال روح القرآن الذي يحثنا على الجنوح للسلم إن جنح العدو له بالتوكل عن الله ومن هذا المنطلق نؤمن بالحوار والتفاوض الذي لا يعني أن ينتهي كل شيء أو التخلي عن الجبهات في الحدود وغيرها وهاهم المجاهدون باقون في نطاق ومناطق تمركزهم وبنفس الجاهزية والاستعداد والوتيرة إلى اليوم والعدو يعرف ذلك وأضاف طالب العدو بتسليم أسير واحد من باب حسن الثقة وسلم لهم مقابل الإفراج عن ثلاثين مواطن معتقا لديهم وتبادل لجثامين كتفاهمات أولية تبنى على الهدوء في الحدود كمقدمة للتفاوض فيما عداها على أساس الوقف الشامل والكامل للعدوان وعملياته ودون أي إخلال بأي جبهة أو موقع أو تفريط أو تنازل وأكد الأخ محمد علي الحوثي أن التحركات والجبهات لم تتم من بواعث ودوافع شخصية بل جاءت نتاج مواجهة مؤامرة أعدت لها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل بدرجة رئيسة والدول المتحالفة معها في الخليج وهي من الحقائق المعروفة التي لا يجهلها صغير أو كبير ومعلن عنها جهار النهارة والجرائم والمذابح ضد اليمن واضحة وواضح مرتكبوها وأدواتها ولا يمكن أن نسكت عنها وقال لقد حاول الأعداء أن يشتت الموقف اليمني الموحد ويوزع مواقفه إلا أنهم واجهوا إيمان المجتمع بمصداقية القيادة والحوار وهي ليست تجربتنا الأولى معهم لقد كان بيننا وبينهم حوار في الحرب السادسة ومع شخصيات قبلية كما يقولون ونحن نؤكد لكم أن الوتيرة في الحدود كما هي وبنفس القوة والثقة وجنوحنا للسلم في أي لحظة صادقة يجنحون فيها للسلم مراهنين على ثقتنا بالله والشعب اليمني العظيم وعلى الأمة العظيمة والأخوة بيننا وأشار رئيس اللجنة الثورية العليا إلى ما تلقاه موفد الأمين العام للأمم المتحدة الذي وصل صنعاء من تأكيدات عقب وصوله أن المباحثات الحقيقية والبناءة لن تعقد إلا إذا تم الوقف الشامل والكامل للعدوان اليوم ولد الشيخ هنا في اليمن ماذا قال له الإخوان قالوا لن نقدم معك على مباحثات إلا إذا تم الالتزام بالوقف الكامل والشامل هذا شيء معروف شيء معروف وواضح من يدفعونهم للحوار معنا لا يملكون القرار نحن قلنا وكررنا مرارا عندما ذهبوا إلى جنيف والتقى ولد الشيخ في الجلسة الأخيرة قالوا له الإخوان هناك قالوا يمكننا أن تهى الحوار ما بقي حوار قال إنها الجلسة هامة وضرورية لا بد أن نتعقد الجلسة وإذا بالمكالمة تأتيه من السفير الأمريكي أوقف الحوار قال خلاص يا رجال انتهى الموضوع نلتقي مرة أخرى وتابع قائلا إن كل ذلك لا يمنعنا من الإيمان بالمحاولات التي قد تحقن الدماء والعمل من أجلها مع معرفاتنا بعتوي وغطرصة العدو وعدم مبالاته بكثرة الجرائم والمجازر التي تتكرر ولم تكن آخرها مجزرة مستبأ وما قبلها من المجازر في تعز والحديدة ونهم لاسترخاصهم الدم اليمنى الذي هو لدينا أغلى وأعز عندنا من جميع آل سعود ومن معهم ولن يبقى معهم إلا من كان على شاكلتهم من المرتزقة وقال لأن أعداءكم وضعي في النفوس يعتقدون أن الآخرين مثلهم وأن هناك من شروهم بالمال فالآخرين مثلهم إلا أنكم خيبتم ظنونهم وكنتم الرجال الأحرار الذين لا يمكن أن تشتريهم أموال الدنيا لأن وطنهم وعزهم وإباءهم وحريتهم أغلى من كل الأموال التي يراد شراؤهم بها وأشار إلى أن المال الذي جناه المرتزقة لن يستطيع أن يعيد للمرتزق قيمته أو كرامته أو أن يظل بشرفه وحريته واستقلاله الذي باعه بالمال ولا يمكن أن يكون العميل سيد قومه لأن الرجولة والكرامة والمكان الاجتماعي لا يمكن أن تشترى بالمال وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا أن المحاولات الإماراتية والسعودية وغيرها لشراء ولاء اليمني وكرامته بالأموال تلخيص للفشل وعدم معرفة خصوصية الروح اليمنية التي لم تمسخها الثقافة الأمريكية التي مسخت الهوية في الخليج ونجد والحجاز وحولتها إلى روح مسلعة لاهثة وراء المال قابلة لبيع كل شيء مقابل المال ورض الغرب عنهم ولفت إلى العدوان الذي ينهي عامه الأول بصمود وثبات اليمنيين أمام تحالف بغي وقسوى وعنف مطلق ضحى فيه الجميع وقدموا قوافل الشهداء والجرحة ولا زالت الجبهات تزدحم بالرجال وأن كل ذلك يأتي في سبيل استقلالنا وحريتنا والذود عن الكرامة والعزة اليمنية الجامعة وهي القيم التي لا يمكن ليمني حر أن يساوم عليها وقال إن أبناء محافظة صنعاء وكل المحافظات أصبحوا عنوانا لمعرفة معاني العزة والصمود والإباء في وجه الغزو والاحتلال وإعادة ترسيخ الهيمن المباشرة وغير المباشرة مقدمين أغلى ما يملكون من فلذات أكبادهم الذين يعد لدينا أصغرهم أو أقلهم جهدا أغلى وأثما من أموال الخليج والعالم لأنهم أبطال أعزة يحمون وطنهم وحقوقهم وأعراضهم ويدافعون عن الحق في العيش الكريم والحرية والاستقلال ولفت رئيس اللجنة الثورية العليا إلى الألم الذي يحسه الجميع جراء استخفاف آل سعود وحلفاؤهم بالقبائل اليمنية والتعريض بهم وبمواقفهم وبإمكانية البيع والشراء فيهم وكأنهم من شركات الارتزاق التي جلبوها بأموالهم وقال عليهم أن يراجعوا حساباتهم فهم في اليمن العزيز الذي يحميه أبنائه ولن يستطيعوا أن يحققوا فيه شيء لأن الشعب الحر سيستمر في مقاومتهم حتى ولو بأبسط الإمكانيات والأدوات كما أكد أن أبناء محافظة صنعاء لا يشكلون طوق الأمان للعاصمة فقط بل للشعب اليمني وأثبت أبناؤها أنهم طوق حافظ للأمن والسلامة والسكينة في الأمانة والمحافظة وأنهم يوفرون الأمن والأمان لما يقرب من ثلاثة مليون نازح بأمانة العاصمة أيضا مع غيرهم من الشرفاء والقوى الوطنية بروح وطنية مخلصة لا تعرف المناطقية والعنصرية أو المذهبية أو الطائفية أو الاستعلاء على أحد محافظين على روح المدينة الجامعة التي تضرب مثلا حيا لمعنى أن يكون سكف الجميع هو الوطن وأردف قائلا إن العدو لن ينال إلا الهزيمة والفشل وأن المرتزقة لن يحققوا لهم إلا مزيدا من الفشل والخسران وهم لا يعون كثرة الرهان الخاسر الذي يحوزوه دائما وها هي لقاءاتنا بكم تتكرر مع تعزز الانتصارات وانعكاس الإشاعات التي كان آخرها إشاعات الحدود والتهدئة وما سواها والتي يحاولون بها شد عزيمة مرتزقتهم المتقهقرون المنهزمون بكثير من الانهيار لمعنوياتهم وخسرانهم لأموالهم وأرواحهم وجهودهم هباء منثور فيما جدد محافظ صنعاء حنين قطين العهد والوفاء للوطن وقيادة الثورة ممثلا بالسيد عبد الملك الحوثي والصمود والثبات في مواجهة العدوان وأدواته ومرتزقته وقال إن تماد العدوان وعتوه يزيد أبناء محافظة صنعاء وقبائلها صلابة وشدة وبأسا وأن رجالها وأبناءها لديهم القدر على الصمود والتحدي لسنوات مديدة في سبيل الحرية والكرامة والاستقلال معبرا عن شكر وتقدير أبناء وقبائل المحافظة لللجنة الثورية العليا على ما توليه من اهتمام بأبناء المحافظة وتلمس همومهم وتصديها لمعركة الحرية والاستقلال وألقيت في اللقاء عدد من القصائد الشعرية المعبرة عن روح الصمود والثبات والتحدي واستحقاق اليمن للحرية والاستقلال ورفض الوصاية والهيمنة ومشاريع التفتيت والاستعمار الجديد ترجمة نانسي قنقر